كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيث التشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها المعنية على تأسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص